حسابات مباراة النصر تقلب الموازين الأهلي وقرار صارم قبل الكلاسيكو شاهدوا التفاصيل أشعر الإعلام الرياضي والد سايد إلى رصد إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد عيسى مكافأة مالية خاصة للاعب الفريق تحفيزا لتحقيق الفوز بالكلاسيكو النصر في الدور روشنا السعودي ومن المقرر يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على ناظره النصر على ملعب مرسو الباركة بالعاصمة الرياضة في تمام التاسع مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت السعودي بقمة مباراة الجولة السابعة من دور السعودي للمحترفين موسم 2023 و24 وأكد الإعلام والد سعيد المقرب من البيت الأهلاوي أن إدارة النادي صرفت جميع المكافأات الخاصة بالمباراة الماضية كما وعدت اللاعبين بمكافأة خاصة في حال الفوز على النصر كما أقامت الإدارة الأهلاوي بمأدوبة عشاء لجامع اللاعبين مساء أمس التلتاء بحضور جامع الأجهزة العامة للفريق الأول في إحدى المنتجات بمدينة جدة بعد نهاية الحصة التدريبية تعد مباراة النصر مواجهة فاصلة بمشوار فريقه في مصابقة دور روشنا حيث يحتل الأهل المركز الثالث بترتيب جدول المصابقة برصيد 15 نقطة بينما يحتل النصر المركز السادس بـ 12 نقطة في حال فوز النصر سيتراجع الأهل بالترتيب ثلاثة مركز وقد يقبع بالمرتبة السادسة إذا فاز التعاون على الرائد والاتفاق على أطائه تعود الأهل أو فوز على النصر يجعل أمام خياراً إما يحافظ على مركزه بالمربع الدهبي بترتيب الدور أو يرتقل الصدر أو الوصفة في حد تعطر الهيلة أو الاتحاد يذكر أن نادي النصر على مدار تاريخي لم يخسر أول مباراة أمام فارق الساعد من دور الدرجة الأولى إلى دور المحترفين